بل أنا أقتبس عن سازلينغ ما قاله عام 48 ألا ينبغي علينا أن نقول الشيء نفسه الآن على ضغء ما رأيناه يحدث في لبنان أو ما رأيناه يحدث بعد ذلك في غزة هل يمكننا أن نقول ما نفسه الآن في حيث ما نرى في لبنان أو ما نرى في غازة هذا هو أين يقوم بإمكاني هنا تستطيع عقد المقارنة مع ما حدث ليجيتو اليهود في وارسو وما تعرضت له جارنيكا من قصف على أيدي النازيين الألمان والفاشيين الإيطاليين عام 38 إن من الضروري أن نتمكن من مواجهة الناس وأن نقول لهم ألا ترون كيف تتصرفون؟ ألا ترون ما تؤيدون؟ نعم كي نظلم الناس لكنهم لا يحبون ذلك لا يحبون أن يصدموا لا يحبون الحقيقة أريد أن أربط هذا بكلمات بعينها كتبتها كما أعتقد في صحيفة The Mail and Guardian فقد كتبت مولعاً عما حدث في لبنان ثم تعرضت لانتقاد عنيف إلى حد أن رئيس تحرير جريدة يهودية محلية في جنوب أفريقيا تحداك أن تجيب على أسئلة معينة لكن فرصة لم تتح أمامك للإجابة بل إنني أجبت ورفض هو أن ينشر الرد فمن هو إذن الذي يخشى الحقيقة؟ وما قلته في ردي على الأسئلة لم يتعد ما قلته لك حتى الآن ليس أسوأ هذا ما قلته ثم تهمت بمعادات السامية حسناً لقد جربوا ذلك وفي الواقع كنت أقرأ في صحف جنوب أفريقيا عام 2000 عن أكاديمي أمريكي يقوم بالتدريس في جنوب أفريقيا وينتقد إسرائيل وعن أحد أبرز الصحفيين لدينا واسمه أليستر سبارك وقد تهمك لهم بمعادات السامية ولشأن لهم بمعادات السامية وهذا ما جعلني في الواقع كإنسان أتسأل إذا كان مثل هؤلاء على استعداد للمجازفة فماذا عني أنا؟ فأنا كنت مناضلاً من أجل الحرية تضامن معه الفلسطينيون ورأى وفهم الموقف من خلال كتاباتهم ومن ثم خرقت وقل انتظروا إنني أوافق على ما يقول نهو وليس في هذا معادات للسامية ثم اتخذتهم نموذجاً وطرحت السؤال ما هي معادات السامية؟ إنها تعني في عرفهم أنك إذا انتقضت إسرائيل وإذا لم تكن صهيونياً فأنت معادل للسامية إذن فإن ما يفعلونه هو ربط كونك يهودياً بتأييد إسرائيل وبكونك صهيونياً أنا يهودي ولكنني لا أؤيد إسرائيل ولا أؤيد الصهيونية فأي حق يملكه هؤلاء سواء كانوا حخامات أو مجتمعاً في جنوب أفريقيا أو كل قادة الصهيين في إسرائيل كي يلتفوا حول أنفسهم ليقولوا إن فلاناً معادل للسامية وما يسعدني أننا لم نرى قبل عام 2000 مثل هذا العدد من اليهود مثلي الذين يخرجون عن صمتهم حتى تشكلت شبكة اسمها يهوديون ضد الصيونية وهي ظاهرة صحية تعود إلى حقبة أكثر تقدمية بين مجتمعات اليهود حول العالم قبل الحرب العالمية الثانية وينطبق هذا على جنوب أفريقيا حيث كان الصهيونة أقلية وأنا مزء من هذه الشبكة وهو ما ينقلني إلى فصل آخر شيق من رحلتك تلك الزيارة التي قمت بها إلى فلسطين وإلى إسرائيل بطبيعة الحال أنت كيهودي يهبط على ما يوصف بأرض الميعاد ثم يلتقي برئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك الذي تصادف أيضاً كونه زعيم حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية ودعوتك إياه رغم كل المحاذير لزيارة جنوب أفريقيا أريد تعليقاً منك وشرحاً لما حدث أثناء تلك الزيارة عام 97 كما أعتقد ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين استراحة قصيرة ثم أعود إليكم أعزائي المشاهدين أهلا بكم مرة أخرى إلى هذا اللقاء الخاص مع سيد روني كاسريلز وزير المخابرات في جنوب أفريقيا حتى وقت قريب سيد كاسريلز كنا نتحدث عن زيارتك فلسطين حدثنا باعتبارك يهودياً يهبط في إسرائيل لكنك في الوقت نفسه مسؤول رفيع المستوى من جنوب أفريقيا على وشك اجتماع رسمي مع رئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك إسماعيل هنية زعيم حركة المقاومة الفلسطينية حماس هل كانت تعتري هذه التجربة بعض التناقضات؟ إسماعيل هنية حماس كلا على الإطلاق فقد كان من الطبائي تماماً بالنظر إلى حياتي وإلى موقعي أن ألتقي بزعيم المنتخب ثم إنك تكرر كثيراً أنني يهودي يأتي ويجتمع بفلسطينيين والحقيقة أن اليهود والعرب كانوا على وفاق بامتداد البحر المتوسط وعبر الشرق الأوسط ونأمل أن يشهد المستقبل عودة هذه العلاقة ظهرت إسرائيل في المنتصف بالطبع وبهذا المعنى فقد كان هذا شيئاً يحزن له فقد استوصلت نتيجة لذلك مجتمعات يهودية من الدول التي كانت تعيش فيها ولم يكن صحيحاً أنها تعرضت للإضطهاد في مصر أو في العراق أو في غيرهما لقد تناغمت بصورة جيدة لكن تلك قصة أخرى قصة كيف تلاعب الصهاين لتجمعهم في الدولة اليهودية كنت قد تحدثت بطبيعة الحال مع الرئيس إمبيكي عن تجاريبي عندما زرت فلسطين قبل ذلك وعن زياراتي إلى مصر وسوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط وأيضاً عن لقاءاتي بالفلسطينيين في جنوب أفريقيا وتوصلت إلى قناعة بأن علينا أن نميل إلى دعوة السيد هانية إلى جنوب أفريقيا لا كزعيم لحزب سياسي معين هو حماس فمثل تلك الدعوة تأتي من حزب لحزب ولم أكن أنا ممثلاً لحزب بل كنت ممثلاً لحكومة أمام حكومة منتخبة وقد توجهت إلى الضفة الغربية وتحدثت إلى الرئيس عباس عن خططي للتوجه إلى غزة وعن نيتنا دعوة السيد هانية وقد تقبل الأمر طالما أنه زعيم منتخب وطالما أن ذلك سيكون في إطار وفد متعدد الأحزاب من غزة وقد التقيت هناك بالسيد هانية وأوجبت به فهو رجل يتمتع بحضور وثقافة معتبرين وقد كان هو في غاية السعادة ثم عدت وأطلعت الرئيس بيكي وصدرت الدعوة وكانت دعوة من نائبة الرئيس باعتبارها بروتوكولياً على مستوى موقعه كرئيس للوزراء ومن ثم صدرت الدعوة عن نائبة الرئيس السيدة فومزيل أنجوكا ولكن سوء الحظ كانت تلك هي اللحظة التي اندلع لديها الصراع بين حماس وفتح في غزة فحال ذلك دون حدوث أي تطور في شأن الدعوة ماذا كنت تريد ملاقشته مع السيد هانية؟ حسناً ماذا تناقش مع أي ممثل لشعب؟ تناقش التعاون المشترك والقضايا المعقدة وكنا بكل تأكيد لنناقش مسألة وحدة الصف الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية وبينما كنا نحاول أن نتعاون